موسيقى كيف أصبحت اليمن ساحة بسباق الانتهاكات من قبل أطراف الحرب الحسين والتحالف هل المنظمات الحقوقية تقوم بواجباتها إذا ما يحدث في اليمن؟ عصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال العام 2018 موسيقى أهلا بكم مشاهدنا الكرام وكل عام وأنتم بخير لم يكن العام 2018 مختلفا عن سابقه فيما يخص الانتهاكات التي ترتكبها أطراف الحرب في اليمن فمنذ الدلاع الحرب التي أشعلها الحوتيون في سبتمبر 2014 لم يتوقف نزيف الدم اليمني ولا نزيف كرامته وحريته ألاف القتلى وألاف الجرح والمعاقين وألاف المختطفين والمخفين قسرا وأرقام كبيرة ترصدها تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بشأن ما يحدث في اليمن جميع الأطراف ارتكبت انتهاكات خلال الفترة الماضية لكن ميليشيا الحوتي تصدرت هذه الجهات كونها ترتكب جرائمها بصورة ممنهجة بحق اليمنيين بالإضافة إلى التحالف الذي يرتكب جرائم بحق المدنيين سواء عن طريق ضربات الطيران الخاطئة أو عبر دعمه لميليشيا الحزام الأمني والنخب في المناطق المحررة وما ترتكب هذه التشكيلات من جرائم مروعة تحدثت عنها التقارير الأممية والدولية سلما الحكمي الطفلة النازحة ابنة الأربع سنوات توفيت إثر تعرضها لموجة برد قارسة في مخيمها بمأرب لتكون فصل ختام 2018 العام الأكثر سوءا في حياة اليمنيين سلما واحدة من ثلاثة ملايين نازح تركوا منازلهم وسكنوا الخيام والعراء واجهون أشد الظروف قسوة وخذلانا في آن معا في العام 2018 ارتفعت وثرة الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في اليمن مع اتساع خارطة العنف والصراعات المسلحة وغياب سلطة القانون سواء في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية أو تلك المدعومة من الإمارات اعتقال تعسفي وتعذيب وقصف المدنيين وضحايا ألغام وسجون وتعذيب مختطفين وتفجير منازل وغياب القضاء ومؤسسات الحماية كان العام المنصر ممتدادا لسنوات الحرب المدمرة في البلاد لكنه علاوة على ذلك شهد ارتفاعا في مستوى الانتهاكات وتنوعها واعتساع خارطتها نتيجة تآكل سلطة الدولة بحسب بيان اللجنة الوطنية للتحقيق في الدعاءة انتهاكات حقوق الإنسان فإن أكثر من 1700 انتهاك سجلتها اللجنة خلال 2018 ارتكبتها جميع الأطراف المشاركة في النزاع اليمني والضحايا المدنيون 704 قتلى و10,058 جريحا بينهم 196 امرأة و413 طفلة كما تم الرصد والتوثيق والتحقيق في 643 حالة إخفاء قسري واعتقال تعسفي وتعذيب و132 حالة زراعة ألغام فردية ومركبات سقط فيها 137 ضحية بينهم 33 طفلا و13 امرأة كما تم الرصد وتوثيق والتحقيق في 78 حالة قتل خارج القانون و107 وقائع تجنيد أطفال و4 وقائع استهداف طواقم طبية بالإضافة إلى 21 واقعة تفجير منازل كما حققت اللجنة في 5 وقائع قصف مدنيين بطائرات دون طيار وتسع حالات استهداف وتدمير للأعيان الثقافية والتاريخية لكن ما لم يذكر البيان الصحفي الأخير للجنة هو عدد ضحايا طيران التحالف من المدنيين الاتهامات باستمرار الخروقات والانتهاكات الفادحة منها ما يرقى لجرائم حرب وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كان لمليشيات الحوثي النصيب الأكبر فيها أخرى للعام يليها المليشيات التابعة لدولة الإمارات ومن ثم قوات التحالف والقوات التابعة للحكومة الشرعية فيما تقول منظمة اليونسيف أن أكثر من 1400 طفل يمني قتلوا أو شوه في هجمات خلال العام المنصر العام 2018 واحد من أعوام الحرب القاسية على اليمنيين فقد تسبب الصراع في اليمن بمقتل نحو 11 ألف مدني وجرح مئات الألاف وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها ويقدر عدد السجناء والمختطفين في سجون مليشيات الحوثي والقوات التابعة للإمارات في اليمن بأكثر من 14 ألف معتقل فيما توفي منهم 121 تحت التعذيب كما أن اليمن أصبح البلد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تعرض لكارثة انتشار الألغام كما يقول مدير المركز الوطني لمكافحة الألغام يا لها من جردة حساب أليمة يختم بها اليمنيون فصلا من شتات لا يدرون نهايته المشاهدين الكرام في هذه الحلقة ستكون معنا عبر الأقمار الإصطناعية شاق فضل عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في الدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من عدن وسينضم معها آخرون خلال هذه الحلقة بداية المساء الخير أستاذ أشراق سهل نور أهلا بك ونحن نتحدث في بداية عام جديد عن عام مليء بالانتهاكات مضى ورحل 2018 كنت راصدة ومتابعة للكثير من هذه الانتهاكات كيف كان تقييمك لـ 2018 من خلال الانتهاكات التي ارتكبت فيها مساء الخير آسيا وكل عام وأنتم بخيرها بداية عام نفتة حوب والحديث عن حقوق الإنسان التي كنا نأمل أن نتحدث عنها بكثير من الضوء بدلا عن حديث الظلام لكن ربما التقييم الذي تم تقديمه من قبل أو في البرنامج أو بداية البرنامج يحدث أو يتحدث عن حقيقة مقريات عام كامل من القتل ومن الآلام ومن الخسائر البشرية ومن الألغام ومن الغتيال الطفولة انتهاكات كثيرة يعني ربما ما ذكرتي هي نتائج أعمال التحقيق التي قامت بها اللقنة الوطنية التحقيق في الدعاء والانتهاكات حقوق الإنسان وهي الحالات التي وصلت إليها عبر راصديها وعبر محقيقيها وتوجد ربما جهات أخرى أو آليات أخرى وصلت لعدد آخر كعملية رصد لكن نحن هذه الملفات التي أشرنا إليها والتي ذكرت في تقريركم هي ملفات تم الانتهاء من التحقيق فيها وللتصحيح ليست 1762 حالة انتهاك إنما 5.572 1762 هائلة فقط ضحايا استهداف أو انتهاك استهداف مدنيي من أطراف النزاع للأحياء السكنية والتجمعات السكانية لهذا ربما لا يخفى على أحد تقارير الكبيرة من قبل كثير من المكونات المجتمع المدني وأضلع حقوق الإنسان مؤسسات وطنية وحكومات ومنظمات المجتمع المدني راقبت ورأت بعينها كل أشكال انتهاكات التي حدثت في العام 2018 وذي كنا بداية العام نؤمل أن يكون أقل خصوصا بعد مضي ثلاثة أعوام من الحرب كنا نتوقع أن يكونها كثير من الاحترام وكثير من الالتزام بمبادئ القانون الدول الإنساني لكن للأسف ما حدث هو استمرار في تعمد سقوط ضحايا والإضرار بالمدنيين وعدم الالتزام بتلك الضوابط التي أشار إليها اتفاقية القانون الدول الإنساني إذن أنتم كالجنة وطنية أستاذة إشراق ما هي المناطق التي استطعتم الوصول إليها وتغطية رصد الانتهاكات التي فيها بالنسبة للوصول أو مقابلات الضحايا نحن وصلنا لكل محافظات الجمهورية عبر راصدين من أبناء تلك المناطق من أبناء المديريات من أبناء المحافظات من دول الخبرات القانونية والذين كانوا يعملون منظمات مجتمع مدني أو في جهات أخرى وبتالي الوصول المباشر عبر هؤلاء الراصدين مع الضحايا لكافة محافظة الجمهورية لكن كان هناك نزول مباشر أو نقول وصول مباشر من قبل اللقنة بكافة طاقمها ومعاينة لمناطق الانتهاكات يعني تم النزول ربما تابعتهم يعني النزول إلى ربما أكثر من 16 مديريات من مديريات محافظة تعز النزول إلى مديريات مختلفة محافظة الظالع نزلنا إلى دمت إلى مريس إلى منطقة الحقب وهي مناطق سقوط ضحايا واستهداف مباشر النزول إلى البيضاء نزول إلى مأرب نزول إلى الحديدة نزول إلى محافظة إب أيضا عبر الراصدين نزول ميداني ربما لأغالبية مديريات محافظة إب عبر الراصد يعني لم يكن فقط مقابلة للضحايا لكن كان هناك نزول ولو كان بشق الأنفسه بصعوبة كبيرة أيضا وقائع القصف الذي تم في 2018 أيضا في صنعاء قصف الطيران أيضا تم نزول الراصدين والفريق الباحثين لدينا في المحافظة والذي زدت عددهم عن 6 باحثين ميدانيين هذا في مسائل النزول والمعينة خصوصا في الانتهاكات المتعلقة في القانون الدولي الإنساني والتي تطلب مسألة المعينة والتحري والدقة وبحث نوع المقضوفات وأخذ وصف كامل وشامل للمناطق أو مسرح الانتهاكات نعم إذن لو حاولنا أن نفصل هذه الانتهاكات بقليل من الحديث عنها لنبرز كل انتهاك على حدا ونتحدث عن الانتهاكات ضد المرأة ما هي أبرز هذه الانتهاكات وأين برزت أكثر يعني ربما كان بالنسبة لنا تعطينا كثير من الوقت نقول ومن الاهتمام خلال العام 2018 بالتركيز على الانتهاكات التي طالت النساء حقيقة ربما هذه الانتهاكات تأخذ اهتمام أو يجب أن تأخذ اهتمام حقيقة اهتمام خاص نظرا لصعوبة الوصول لحقيقة هذه الانتهاكات كثير من الانتهاكات مسكوت عنها من الأسر مسكوت عنها من أيضا الشخصية الاجتماعية الموجودة في تلك المناطق ولهذا كان هناك صعوبة في مسألة القلوس مع النساء ومسألة الاستماع إليهم للأسف كان هناك منهجية متعمدة من أطراف النزاع لإضرار بالنساء بحياتهم بالحقها المباشر في السلامة القسدية الحق في الحياة ربما قبل يومين عاد الفريق الميداني من مديرية موزع في محافظة تعز يعني ربما هذه المديرية التي عانت يعني عام كامل من مسألة الانتهاكات والتي لا تصل إلى الإعلام والتي لم يستطع الإعلام ربما الوصول إليها يعني حقيقة ربما ساوي أن نقول أن خلال في هذه المديرية الصغيرة وفي سوائل تتواجد فيها مزارع للنساء نقيد أن هناك شباكات كبيرة من الألغام التي استهدفت فيها مزارع النساء التي تزرع فيها البصل النعناع الطماط يعني مناطق أو نقول كان استهداف لمعيشة المرأة استهداف لحقها في مسألة العمل حقها في مسألة الاستقرار لهذا ربما لن نتوقع يعني في منطقة خالية من أي عملية عسكرية مزارع يجب أن تكون أو يفترض بها أن تكون آمنة ومحمية لكن للأسف كان في نوع من الاستهداف الكبير من الانتهاكات أيضا للأسف لطالة النساء يعني أكثر من 107 تفقير منازل المستهدف الرئيسي في الأسرة هي المرأة يعني عندما يتم تفقير هذا المنزل الذي كان بالنسبة لها ومسألة الوطن ومسألة الأمر ومسألة الاستقرار كل هذا بالنسبة للمرأة كان استهداف مباشر وتحولت بعد ذلك إما إلى نازحة اضطراريا أما أيضا إلى مهجرة قصريا تتحول من حياة الكفاف والاكتفاء إلى حياة العوز والفقر يعني ربما عندما اقتربنا من أوضاع النساء في تلك المديريات الصعبة يعني في مديريات نقول بعيدة جدا في محافظة البيضاء لا نتوقع أن هناك وادي من الأودية التي تمر فيها النساء فقط لمسألة عملية الاحتطاب أن نجد ألغام أو شبكة ألغام كبيرة جدا هذا طبعا يعطينا كثير من القراءة التحليلية بأنه ليس هناك هدف سوى ترويع حتى الوصول إلى ترويع النساء لأن المرأة هي ربما موجهة للأسرة في أحيان كثيرة وإرغامهم بعد ذلك على ترك نقول الأسرة وترك البيت وترك المنطقة وبالتالي هو الهدف كان ترويع المدنيين المتمثل ربما بشخص المرأة أو استهداف المرأة بشكل مباشر كونها امرأة قبل أن تكون كونها مدنية ذلك فربما الضحايا من النساء الانتهاك المباشر الذي وقع على سلامتهم هو بشكل مباشر كان استهداف المدنيين ربما خلال فترة الماضية ربما عملية التحق التي أقلتها اللقنة أكثر من ثمانمائة امرأة سقطت بين مصابة وقريحة أكثر من ثلاثين امرأة قتلت بالغام يعني أسرة كما ذكرت رجل وامرأة في المزرعة في منطقة أو في حي أو سائلة تسمى سائلة ابن علوان في موزع يعني في شكل آمن بوترت أطرافهم الاثنين فتحولت الأسرة بشكلها وكلها معاقة يعني من الصعب الآن أن تقوم هي بأدوارها سواء التقليدية أو أدوارها الإضافية في الحرب فباعتقادي هذا كان استهداف المرأة استهداف للأسرة مثل هذه الانتهاكات المباشرة التي انتهاك بشكل صارخ عبر استهداف المدنيين عبر القتل عبر القذاف التي وصلت إلى المنازل عبر الغام التي زرعت في الطروفات في المزارع في الآبار نعم سنتحدث عن هذه الانتهاكات ولكن قبل أن ننتقل من موضوع المرأة كيف وجدت اهتمام المنظمات بما تعاني المرأة من هذه الانتهاكات خاصة وهي كما قلت هي من تتحمل أعباء أو كوارث هذه الحرب إن لم تصب هي مباشرة فهي مصابة بها بطريقة غير مباشرة يعني هل هناك جهات أو منظمات تقدم لها الدعم ترفع تقارير خاصة بالمرأة تساند هذه المرأة باعتقادي موضوع مناقشة قضايا أو حقوق المرأة في موضوع أثناء النزاع المسلح من المفترض أن يأخذ جانبين الجانب الأول هو يعني قراءة أو تقييم حقيقي لمستوى الانتهاكات والمباشرة والأضرار بعد ذلك الغير مباشرة التي أثرت على الحقوق الاقتصادية والابتماعية والثقافية بعد ذلك تأتي مسألة التدخلات الأخرى أو أنا نقول الخدمات المصاحبة سواء أو المخدمات اللاحقة والتي ربما تأخذ عادة بالشكل الإنساني أو المساعدات الإنسانية المؤسف نفي النطاقة الأول وهي موضوع تقييم أو رصد حتى لو قلنا رصد وليس تحقيق الرصد انتهاكات التي طالت النساء أو انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت النساء للأسف حتى هذه اللحظة لا توجد رقم حقيقي أو قراء حقيقي أو حتى اهتمام من المنظمات النسوية العاملة في مسألة الحماية أو مسألة الرز والتوثيق بأنها بالفعل قامت بعملية نزول وعملية متابعة وعملية نقول وصول حتى نقول حتى يعني مؤقت أو شكلي لمعرفة بالفعل الضحايا الذي سقطوا من النساء هذا في الشقة المجتمع المدني يعني أو سواء النقول المحلي أو الإقليمي بالجانب الآخر من الطبيعي إذا الموجد لدينا رقم حقيقي لعدد الضحايا من النساء فكان من الصعوبة أيضا أو من المتوقع أن لا تقوم المنظمات العاملة في مجال الخدمات بالذات للنساء اكتفوا كما ذكر في مسألة نقول المؤتمرات الندوات القراءات معينة لكن حقيقة تدخل مباشر لمسألة الحماية لا أعتقد يعني ربما ليس فقط النساء الذين اضطرنا للنزوح أو التهجير القصري أمهات المعتقلين لم تستطع أن تحصل على حماية أو على مساعدات ويعني نقول مختلفة أيضا بشكل أو بآخر النساء الذين تعرضنا الانتهاكات في العاصمة صنعة باعتقالات تعسفية ترهيب تخويف كل هذا كثير من النساء اضطرنا لمسألة الفرار من صنعة الوصول لمحافظات المناطق أيضا المحررة ربما عدم فاعلية وزارة الشيون الاجتماعية والعمل وتفعيل الخدمات الاجتماعية دور الرعاية دور الحماية كل هذه الدورة التي يعني ربما يطلع بها أن تقوم بمسألة الحماية للنساء هذا مغفول عنه ولهذا ربما التدخلات البسيطة كما ذكرت يعني من البرامج أو يعني المنظمات الآليات اللي نقول المتواجدة أو هيكل المتحدة المتواجدة في اليمن لم تقدم تدخل مباشر بالفعل نستطيع أن نقول أنه ساعدت المرأة بشكل حقيقي سوى منظمات الإغاثة التي تعطي ربما تتعامل مع النازحين بشكل نقول واحد لا تنظر بشكل كبير لاحتياجات النساء خوصا احتياجات من منظور الانتهاك لأن عندما نقول هذه امرأة ليس فقط نازحة إنما كانت في مرحلة تعرضت لانتهاك قد يكون انتهاك جنسي قد يكون انتهاك معنوي قد يكون انتهاك مادلي بالتالي فمسألة النظر لانتهاكات التي طالت النساء يجب أن يكون لها أكثر من منظور وكما ذكرت يعني أولا نقرأ ونعرف حقيقة ومستوى الانتهاكات التي طالت النساء في اليمن ومن ثم نحدد عملية المدخلات بطريقة خطة فعلية لهذه الأوضاع وليس عملية عشوائية بدون أي تخطيط ولهذا يكثر مسألة التقييم السلبي أو النظرة السلبية لمستوى المساعدات للأسر والأضرار التي طالتها إذن أستاذ أشراق ابقي معنا سينضم معنا في هذا الحوار الأستاذ توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات من فيينا عبر سكاي مساء الخير أستاذ توفيق مساء النور لك والإضافتك الكريمة ولجميع مشاهدي قناة كومة الكريمة وفداية أحب أن أستغل الممتوبة تقدم بأسماء آيات التبريكات في الشعب يمن يكون عام 2019 عام الإسلام والسلام نعم هذا ما نتمنى لهم جميعا إذن كونك ترأس منظمة حقوقية أستاذ توفيق وتمارس نشاط حقوقي في اليمن كيف كان عام 2018 بالنسبة لكم كمنظمة سام أنا باعتقادي بأن عام 2018 هو عام أحد الأعوام السيئة التي مرت على المجتمع اليمني نستطيع أن نقول بأن عام 2018 ربما يكون أقل حيث عدد الانتهاكات لكنه لا يقل من حيث البشاعة ونوع الانتهاكات والأطراف التي مارستها بل أن عام 2018 تميز بكشف كثير من الانتهاكات النوعية ربما التي لم يشملها العام الماضي نعم مثل ماذا ما هي أبرز هذه الانتهاكات أيضا على الصعيد الحقوق نعم قلت أنه اختلفت ربما نوعية الانتهاكات الانتهاكات المتعلقة بالقاتل هناك رصد إلى حد دلان ما يقارب 2500 قتيل ما يقارب 2300 من الكرحة وهي لم تشمل طبعا كافة المناطق اليمنية ما زال إلى حد دلان الرصد يبلغ 2800 ما بين مختلف ومتقل وطمتع ذبهم داخل السجود هناك رصد ما يقارب 900 حالة انتهاك متعلقة حق الطفولة هناك ما يقارب تقريبا 500 أو 490 حالة انتهاك متعلقة بحق المرأة هناك انتهاكات متعلقة بتفجيل بيوت وهذه كانت بداية محافظة التعزي بالترقى العساسية والحديدة وغيرها من المناطق أيضا كان عام 2018 عاما مأساويا بالنسبة للصحفيين اليمنيين والناشطين الحقوقيين وشهد هذا العام رحيل العديد منهم بسبب أخراف الصراع العبودة في اليابن تميز عام 2018 بأنه كشف عن الجانب المظلم الذي لا يمكن أن تصل إليه الكاميرا أو لا يمكن أن ترصدها هذه الانتهاكات هي الانتهاكات أو نستطيع أن نقول الآثار المترتبة عن هذه الانتهاكات وهناك رصد نستطيع أن نقول لتسرب الأطفال إلى سوق عمل غير آمن وغير محمي بقواعد قانونية صارمة في ضر هذه الحرب تأثر على الأطفال وهناك أيضا تأثير كبير على النساء التي أقبرنا أن يتحملنا مسؤولية الأسرة وهناك قارب متعلق بالاستغلال الكنسي للأطفال في جبهات القتال نحن رصدنا أسماء وحالات وغثقنا بالسوق إلى غير ذلك وهي أحد الانتهاكات الأقودة في هذا العام الانتهاك عام 2017 كان أيضا من الناحية الحقوقية والإنسانية أكثر الأعوام تدويلا للملف اليمني سواء الملف الحقوقي أو الملف الإنساني رأينا هذا الملف ربما الذي شكل المدخل الأساسي لمشاورات استوكهول ودفع المجتمع الغربي للضغط على الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي للذهاب إلى طاولة المفاوضات ومازلنا بانتظار نتائج هذه المشاورات خاصة على مستوى المعتقلين رأينا إدانا في عام 2018 ربما لكل الأطراف من الفريق الأممي الذي حقق في انتهاكات حقوق الإنسان في ديامن هو أصدر تقليل في نهاية غسطس عام 2018 نعم إذن سنتحدث عن هذه الملفات أستاذ توفيق ولكن سمح لي أن أعود لأستاذ شراق إذن يرى الأستاذ توفيق أن هذا العام ربما أسوأ من العام السابق بتعدد الانتهاكات بتغيرها يعني ربما نحن نطمح لعام جديد بعيد عن هذه الانتهاكات كما تمنينا في نهاية 2017 ولكن الأسف الشديد يبدو أن الأيام لا تأتي إلا بالأسود دعينا نتحدث أستاذ أشراق عن ملف الألغام كيف يمكن أن نتدارك هذه الكارثة التي أودت بحياة الكثيرين أعاقت حياة الكثيرين وحولتهم إلى معاقين أو مشوهين جراء ما يحدث لهم من هذه الألغام التي هي ممنوعة دوليا ربما أتفق مع الأخ توفيق وربما يتفق معنا أيضا كثير من جميع المهتمين بملف حقوق الإنسان في اليمن بأن بالفعل العام 2018 كان العام الأسوأ من الأغام السابقة وكما ذكرت كان مأمول أن يكون أقلها أن سنوات حرب مضت أطراف النزاع سوف نقول تلتزم بكثير من التوصيات التي قدمت إليها كثير من الضوابط ربما التي تم التنبيه إليها لكن للأسف لم يحدث ذلك مسألة بالفعل يعني أعتقد موضوع الألغام هو الموضوع الذي لم يكن متوقع أن يكن بكل هذا البشاعب وكل هذه الكميات المهولة ومن المتوقع أن نقول تحدث انتهاكات أيضا حتى في المستقبل أو سقوط ضحاف في المستقبل نتيجة هذه الألغام التي زرعت المشكلة في موضوع الألغام يعني أن اليمن مصادق على الاتفاقية الخاصة بالألغام الفردية أمر آخر أيضا حتى طراف النزاع أيضا يتنكرون لمسألة أنهم قاموا بعملية زراعة الألغام الأسوأ الآخر أو الأمور السيئة بأن هذه الألغام ربما التي ذهبت ضحيتها المدنيين بشكل كبير أو بشكل مباشر أكثر من المقاتلين كانت أماكن وضع هذه الألغام أماكن غير متوقعة نتفاقى بأن نجد مثلا إمرأة راحات تقوم بعملية الاحتطاب تقوم بعملية إحضار الماء طفل أيضا مار أو حول أيضا مناطق سكانية أو حول المنازل يعني شبكة من الألغام شيء مؤسف يعني أن مديرية مثل مديرية موزع فقط قابلنا خمسين ضحية مبتورة أطرافهم سقطوا مصابين نتيجة زراعة الألغام هؤلاء المصابين وليس فقط مسألة الضحايا في مديرية بسيطة أو في ثلاثة قرى بالذات في مديرية واحدة هذا ربما يعطي نموذج في مديرية أخرى يعني مثال منطقة صبر المواد مديرية الشقبة الذي زرناها الشهر الماضي في نوفمبر يعني كان أيضا مؤسف يعني أن نجد ثمان نساء في قرية صغيرة مبتورات أطرافهم بسبب أيضا الألغام يعني تعدنا عن مسائل الألغام نتحدث عن النساء يعني التي ربما لم تكن تتوقع أن في هذا المكان يتواجد لغم أو ممكن أن يتواجد شكل أكبر حتى يعني لهذا ربما موضوع الألغام من في اعتقادي يعني الحقيقة سوف تظهر بالمستقبل يعني قابلنا نساء يعني مزارعات يعني نازحات من مناطق في الحديدة يعني للأسف تتكلم بأنها لا تصدع أن تعود إلى منازلها أو لقراها ومناطقهم في مناطق الدريفمي في مناطق حيث يعني للأسف تتكلم بأن هذه المناطق أصبعت صعبة وبالتالي من الصعب أن تعود إليها بسبب وجود الألغام إذن أستاذ الشاق يعني هل تعتقد أن الملف الحقوقي تم تسييسه لصالح دول إقليمية ودولية كبرى على حساب هؤلاء الضحايا في اليمن نعم للأسف بأن ملف حقوق الإنسان لم يتم فقط تسييسه إنما شق كبير منه تم نقول تقنيبه تم الابتعاد حتى قراءته والاطلاع على صفحات كل هؤلاء الضحايا يعني ما يدور ربما من عملية سياسية شكلية تدور في الشهرين الماضين أو خلال هذه المرحلة هي عملية سياسية بحتة يعني مرتبطة في مسألة يعني مصالح يعني بعيدة تماما عن ملف حقوق الإنسان الذي كان يجب أن يكون المرقع أو نقول الأرضية التي يجب أن ينطلق منها أطراف النزاع إذا كان بالفعل أو حتى المتفاوضين وحتى المشرفين والقائمين على عملية السلام بأن إذا نبحث عن مسألة السلام مستدام يجب أن يكون المرقع والأرضية لهذا السلام مسألة حقيقة ما طال الناس من انتهاكات حقيقة الوضع الحقيقي للانتهاكات أقلها تتوقف هذه الانتهاكات عندما نقول القراءة الحقيقية لهذه الانتهاكات والأطراف المتسببين بهذه الانتهاكات أولا أضمن عملية إيقاف هذه أو توقف هذه الانتهاكات لكن كيف تكون عملية سياسية من أجل السلام ومستمرة في حين مستمرة موضوع الانتهاكات وبشكل عمدي وبشكل كبير جدا لهذا ربما هذا الملف كما ذكرت كان بعيد تماما عن مسألة نظر لحقوق الإنسان أو اعتماد السلام من منهجية حقوق الإنسان للأسف يعني نظر عليه فقط مسألة ترتيب العلاقات فيما بين أطراف النزاع أو فيما بين أطراف العملية السياسية ليس إلا وتحقيق ربما نجاحات شكلية ربما للمشرفين على عملية السلام إذن شكرا جزيلا لك يا أستاذ أشاق فضل عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في الدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن عود إليك أستاذ توفيق أستاذ توفيق إذن يعني ربما اسمح لي أن نكمل الحديث مع الأستاذ أشاق ونحن نتحدث عن ملف حقوق الإنسان الذي تم تسيسه في اليمن البعض يقول أيضا أن هذا الملف تم استغلاله بما بدأ ذلك واضحا يعني بعد حادثة خاشق جي وتم الزج بالملف اليمن في هذا الصراع هل تجد أن هذا الأمر يؤثر فعلا سلبا على الضحايا في اليمن؟ هناك أمر في غاية الأهمية يجب أن ندركه قيدا أنه ملف حقوق الإنسان مرتبط ارتباط قذري بالعلاقات الدولية هناك مقولة وما يعرفون الحقوقيون وما يعرفون السياسيون من ليس لديه دراية عميقة بالعلاقات الدولية لا يمكن أن يكون حقوقيا بارعا يوم بغض النظر عن ما يتم رصده على الأرض ما يتم تحقيقه عن الأرض بالنهاية كل هذه المعطيات وكل هذه التقارير هي ترفع إلى داخل مجلس حقوق الإنسان أو ترفع إلى مجلس الأم وبالنهاية الاعتبارات والموازين السياسية هي التي ترجحها والتي تذهب في الاتجاه الآلف أو في الاتجاه با في اتجاه المحاسبة أو في اتجاه المماطلة ورأينا هذا واضح في الملف اليمني إلى أين تجاه هذا الترجيح والستوفيق؟ بحسب حقيقة هناك عاملين اثنين العامل الأول قدرة المنظمات الحقوقية على إيجاد نوع تشبيك قوي بينها وبين المجتمع الحقوقي والإعلامي لخلق بغطة قوية من خطبال الشارع التكبر السياسيين على الاتجاه في اتجاه معين والأمر الثاني يتعلق بقدرة الحكومات التي مثلاً زيال الحكومة اليمنية قادرة على إدارة هذا الملف بحرفية كبيرة لتحقيق أكبر مكاسب المكسب الوحيد الذي الآن يسعى من خلاله الناس في ملف حقوق الإنسان هو لمحاسبة المتصببين والمتورطين في الملف والحقوق أنا حقيقة متفاعل أنه اليوم في إشارات في تقارير حقوقية صادرة من وكالات كبيرة صادرة من صحافة كبيرة اليوم بدأ هذا الملف لا يمكن أن يترك أحد الأطراف يذهب بعبطاً اليوم على سبيل المثال الغذاء العالمي أدانا جماعة الحوتي بشأن الإغاثة هناك تحقيقات اليوم من الرئيس متعلقة بتقريد الأطفال متعلقة بالإسراء غير المشروع متعلقة بالتعديد في داخل جماعة الحوتي كان هناك أيضاً سابق تحقيقات متعلقة بالانتهاكات في السقون التابعة لأدوات الإمارات في جنوب اليمن أنا أعتقد الملف اليمني اليوم بدأ يأخذ صعداً حقيقياً لكن في النهاية هذه المعطيات الكبيرة ستستغل سياسياً كما رأينا بعد ملف خاشقدي تحول هذا الملف اليمني إلى ورقة باغطة قوية ضد الرئيس الأمريكي ترامب وكان هناك قانون مرر في الكونغرس بشأن فك العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية بشأن الأعالية وانضهب الأطراف اليمنية إلى مشاورات السويد ووقعوا تلك الاتفاقية برغم ما فيها بالنهاية لا يمكن أن نقول إلا هذا الأمر الملف السياسي يسيطر ويحرك الملف الحقوقي بدرجة كبيرة يبقى اليوم تأثيره على الضحايا أنا أعتقد أنه الأمر سابق لأوانه أنا دائماً أقول يجب أن ننتظر التقرير الذي سيصدر في سبتمبر 2019 لقنة الخبراء البارزين التابعة لمجرس حقوق الإنسان هذا التقرير ربما يشكل لنا مفاجآت في مسار القضية اليمنية إما الذهاب لمجرس الآن أو ربما حتى نتفاقى بإنشاء محكمة خاصة في اليمن لمحاكمة مقرمي الحرب بحسب قراءة المجتمع الدولي والمعطيات التي ستظهر خلال هذه هذا ما يتعلق بـ 2019 ولكن أيضاً نلاحظ أن العالم يهتم بشكل كبير بالوضع الإنساني المجاعة يعني مسألة الأمراض الموجودة مسألة الغذاء ولكنه يتناسب بشكل واضح مسألة الانتهاكات الحقوقية والتي هي جزء لا يتجزأ من معاناة هذا الشعب لا أعني أنه جهة أهم من جهة أو العكس ولكن لا نجد نفس الضجيج لما يحدث من زراعة ألغام من قصف من تشريد من قراء تباد أو تهجر كما هي فلماذا برأيك يعني ما هو تفسيرك هو حقيقة الموضوع على المسألة اليمني والأزمالي مرت بعدة محطات مهمة وكان من أهم هذه المحطات أن هناك كان قهد دولي وإعلامي والأطراف الأخرى ذهبت وتجهت بهذا الخلق نحو انتجاه المعاق الإنسان اليوم العالمي يتصور على سبيل المثال لأن الأزمة الإنسانية في اليمنية هي أزمة معامنة القيام محتاجين إلى الطعام والشراب وقليل من الرز الصحف الأجنبية لتنقل صوت الطفل اليمني التي تموت بسبب صوت التغذية تتناسى صوت الصحفي الذي يموت أيضا وهو عبارة عن هيكل عظمي اليوم اليمنيين كلهم مطالبون بعادة رسم ملامح الأزمة اليمنية بأنها عبارة عن أزمة كرامة متعلقة بالحرية وحقوق الإنسان هذه الأزمة بانقلاب حقيقي على مخرجات الحوار على تطبيقات الشعب اليمنى ونعكسها بشقيها الحقيقي والشق الإنساني يجب أن لا تنقل عليها في اتجاه إنساني فقط وإن كانت اليوم مشتكرة حتى بأوقع نعم شكرا جزيلا لك ستتوفيق الحميندي رئيس منظمة سام الحقوق والحريات كنت معنا عبر سكايب من فيينا وانتقل الآن إلى عدن مرة أخرى عبر الأقمار الاصطناعية ينضم معنا الأستاذ نجيب السعدي مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين مساء الخير أستاذ نجيب مساء النور أختي العزيزة أهلا بك أستاذ نجيب يعني كيف هي متابعتك لحالة حقوق الإنسان في 2018 المنصر؟ شكرا لكم على طرق هذا الموضوع نحن بالنسبة في الوحدة التنفيذية للنازحين مختصة في قضية النازحين وإحصائية النازحين وعداد النازحين واحتياجة النازحين إذن ما هي أبرز المستجدات في هذا؟ فضلي ما هي أبرز ما تم خلال عام 2018 في ملف النازحين؟ بالنسبة للملف النازحين أعتقد أن أبرز حدث وفي الوضع الإنساني بشكل عام حدث في 2018 هو ما صدر عن برنامج الغذاء العالمي الذي أوضح الصورة الصورة الوضع الإنساني وسبب هذا الوضع الذي وصلت إليه اليمن وأين تذهب المساعدة الإنسانية التي ترصد إلى اليمن؟ هذا يعتبر أبرز حدث بالنسبة للحالة الإنسانية حدث في 2018 زياد عدد النازحين حيث زاد بما نسبته 900 ألف نازح قديد سواء كان بسبب الحرب أو بسبب الضيق العيش في بعض المناطق خصوصاً التي يسيطر عليها جماعة الحوثي المسلحة نعم إذن برأيك كيف هو دور المنظمات الدولية الإنسانية فيما يخص النازحين من إمدادهم بما يحتاجونه؟ خاصة أننا نتحدث عن قرابة ثلاثة مليون نازح محلين لا شك بأن موضوع النازحين في اليمن أكبر من قدرات أي جهاء حتى المنظمات الدولية أضف إلى ذلك أن الجماعة الحوثي خصوصاً في المناطق التي يسيطرون عليها يفرضون أجندات خاصة على المنظمات الدولية يسلبون الإغاثة القوانب الإغاثية كافة القوانب التي تقدم للنازحين بعد بيان البرنامج الغذاء العالمي سيكون هناك إعادة تقييم لدور المنظمات بشكل عام وعبر مؤسسات الدولة وتفعيل كامل لمؤسسات الدولة وللقيام بدورها فيما يخص رقابة المنظمات الدولية وتقديم الخدمات للنازحين نعم إذن وأنت تتحدث عن مؤسسات الدولة كيف تقيم الدور الحكومي خلال العام الماضي هل تم تقديم ما يجب تقديمه لهؤلاء النازحين خاصة وهناك نازحون بسبب الأوضاع العسكرية التي حدثت وهناك نازحون من السابق لم يتم إمدادهم بأي شيء يعينهم على الحياة الجديدة جهود الحكومة وجهود المعونة الإنسانية كبيرة جدا خصوصا من قبل الأشقاء في دول التحالف ودول الخليج تحديدا بالنسبة للأموال التي تقدم للنازحين أو تقدم معونة إنسانية لليمن عبر منظمات الأمم المتحدة أساسا هي تقدم بجهود الحكومة اليمنية وبناء على طلب الحكومة اليمنية ولكن نظرا لبعض الإشكاليات تقدم عبر وكالة الأمم المتحدة هذه نتيجة لجهود الحكومة اليمنية وتدفع هذه الأموال وهذه المعونات بناء على دعوة وبناء على طلب من الحكومة اليمنية ولولا طلب الحكومة اليمنية وجهودها لما تم تقديم أي شيء مؤكد إن الاحتياجات النازحين أكبر بكثير من قدرات الحكومة وقدرات المنظمات الدولية فالعدد كبير والاحتياجات كبيرة أضف إلى ذلك تشتت النازحين نعم أعلم أن العدد كبير أستاذ نجيب ولكن ما يقدم لا يعني يرقى ولا بنسبة العشر لهذه المأساة يعني أن نتحدث عن طفلة تموت من البرد ألا يسبب ذلك خجل هذه المنظمات للدولة أيضا لكل من يتحدث باسم هؤلاء النازحين يعني مسألة أن يموت طفل من البرد مسألة قاسية تماما يعني ألا يتم توفير البطانيات في موسم الشتاء الذي نعلم كم هو قاسم في اليمن حقيقة نأسف أسف شديد لموت طفلة بسبب البرد في محافظة مأرب وهذا شيء محرق لنا ومحرق للمنظمات الدولية بشكل عام لكن هذا هو الذي حصل بالنسبة لمحافظة مأرب تحديدا كان المنظمات الدولية تعزف تماما عن دخول محافظة مأرب وتدخل فيها باستحياء حتى أنه كان عدد النازحين إلى ما قبل شهر كامل يعتم اعتماد 76 ألف نازح فقط بينما هم يبلغون أكثر من ربع مليون نازح في محافظة مأرب لماذا المنظمات تتعامل بهذا الشكل؟ المنظمات تتعامل بهذا الشكل نظرا لأنها لوجود المقرات في العاصمة الصنعاء وتعمل تحت أجندة بما يمليه عليها أجندة تخضع لأجندة خاصة ومعلومات مغلوطة عن محافظة مأرب وأن محافظة مأرب غير آمنة وليس فيها نازحين وأنها فيها مجموعة من المقاتلين فقط الآن بدأت المنظمات الدولية تنزل وإن شاء الله سيكون لها نزول أكبر في محافظة مأرب ليطلعوا على الوضع عن كثب وقد بدأت كثير من المنظمات بالنزول إن شاء الله في 2019 سيكون هناك عمل جدي والأهم من ذلك هو تحديد العدد وتقييم الاحتياجات للنازحين في مأرب يعني ربما الصورة المغلوطة التي تتحدث عنها أو النمطية التي يتم الحديث عنها عن مأرب أمام المنظمات ألم تستطع الحكومة أن تغير هذه الصورة خاصة أننا نعلم أن مأرب هي ربما نقطة الضوء الوحيدة في الشرعية تم استقبال عديد من السفرات تم استقبال العديد من المعنيين بالأمر في كل تلك اللقاءات لم يتم توضيح ما هي مأرب الآن بالعكس هي المدينة ربما الأكثر مدنية والأكثر الالتزام بمفهوم الدولة ولو بشكله البسيط بالعكس استطاعت الحكومة أن تقرع المنظمات وتوضح للمنظمة حقيقة ما يقري في مأرب ولعل أبرز ما حصل هو تصحيح عدد النازحين بدل أن كان 76 ألف نازح الآن أصبح عدد النازحين المعترف به بحدود 275 ألف نازح تحديد الاحتياجات بدأت بعض المنظمات تنزل إلى مأرب وستتوالى عملية النزول وسيكون هناك عمل جدي وشراكة بين الحكومة والمنظمات الدولية في مأرب لابد أيضا للسلطة المحلية في مأرب لابد من تحديث الأوعية الإدارية التي تتعامل مع المنظمات الدولية بالشكل المطلوب هذا شيء لابد منه هناك تقدم حقيقة كبير وتصحيح للصورة كبيرة نعم بعد أن تم هذا التصحيح كما قلت لك نعم هذه خطوة جيدة كما تفضلت لكن دعني أسألك ما هي أبرز الخطوات التي ستقومون بها في 2019 نحن في الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نأمل أن نتبنى مشاريع مشتركة مع المنظمات الدولية وتسهيل عمل المنظمات الدولية في محافظة مأرب نأمل أن نقنع المنظمات الدولية بتبني مخيم كبير للنازحين رغم أن المنظمات الدولية لا تحبذ أن يكون هناك أو لا تحبذ أن تعترف بمخيمات نظرا للتبعات التي تلحق إنشاء مخيمات لكننا نعد ونتوقع أننا سننزل وستنزل المنظمات الدولية إلى مأرب وكما هي في جميع المحافظات التي نستطيع الوصول إليها إن شاء الله هذا ما نأمله نتمنى لكم التوفيق والانتباه لهذا الكم الهائل من النازحين وأن تمدهم بما يجب شكرا جزيلا لك نجيب السعدي مدير الوحدة التنفيذي لإدارة مخيمات النازحين كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن أشكرا لكم أيضا مشاهدين الكرام لحسن امتابعتكم لنألتقيكم في مساء يمني جديد كنوا براعاة الله وأمنه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة